تحفظ نمساوي إزاء استناف المساعدات المالية لمنظمة الأونروا والله استاذي الكريم بصراحة أنا احنا طبعا في تعليق هام جدا السيد السفير الفلسطيني في النمسا سيد صلاح عبد الشافي قال استهجن هذا التصرف من النمسا وقال أن النمسا فعليا تدعم أحد لا يستحق هذا الدعم خاصة بعد اكتشاف مجزرة في مشفى النصر أعتقد النصر أو الناصر تقريبا يقال أن 300 شخص في مقابر جماعية بينهم نساء وأطفال يضاف على ذلك أن اللجنة الفرنسية التي وكلت بالمتابعة والتحقيق في من هم فعليا متورطون من حماس مع الأونروا فعليا لم يثبت ذلك حتى الآن فبالتالي تعليق النمسا لهذه المساعدات غير منطقي طبعا هذا حسب ما قاله السيد صلاح عبد الشافي السفير الفلسطيني في النمسا يضاف على ذلك أن النمسا تبالغ في مواقفها بصراحة المؤيدة أو المصطفى للجانب الإسرائيلي والمعادية بشكل جماعي للشعب الفلسطيني صحيح ولكن هذه المبالغة ألمانيا أعلنت استئنافها لمساعدات الأونروا رغم التحقيقات المستمرة أو التي لم تفضي إلى شيء ففعليا ألمانيا تنازلت بعض الشيء في نفس الوقت أن نمسا تستمر في هذا الموقف المتصلب لصالح الإسرائيلي يعني يمكن نمسا وغدا الموقف ده أنا أعتقد أنه برضو هو خوفا أنا مفيش أي قرار حالين دلوقتي بالنسبة لي بيتخذ من بعض الوزراء أو أي حد في الحكومة إلا وهو متعلق بموضوع الانتخابات واستعدادات الأحزاب للانتخابات حالين دلوقتي الفترة دي كل واحد في أي حزب أول حاجة ينظر لها هو الانتخابات يعني رغم أنهما في بعض بيعربوا عن أنهما يقدموا بعض المساعدات للفلسطينيين لكن بالرغم أنهم عارفين أن منظمة الأنورة هي المسؤول الأول عن الشعب الفلسطيني وموقف النمسا الحقيقة موقف يعني شايفه غير واقعي صحيح 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 ترجمة نانسي قنقر